السلام عليكم أخذنا بالمحاضرات disease of the respiratory system طبعا نحن ناخد systematic disease ناخد disease كل system بصورة مبسطة وسهلة ما نتعمق الغرف هو نطيق بعض المعلومات عن general disease common disease يصيب كل يصيب كل system يعني تعرف أنه هذا المريض معدى في the problem مشكلة بالrespiratory system من الأعراب مالتا فدناخد نظرة عامة على كل نظرة عامة على كل system والdisease خلصنا الrespiratory system راح ناخد هسا disease of the gastrointestinal system يعني another system اللي هو الجهاز الهضمي ناخد مجموعة من أمراض الجهاز الهضمي اللي هي شائعة كلش وطبعا الجهاز الهضمي يبدي من oral cavity تجويف الفم بعدين المريء بعدين اللي هو المريء بعدين الاستومك المعدة وال small intestine اللي يتبدي بال دودنم اللي 12 جيجنم والإيليم بالنطلافة اللي يسموه من small intestine كذلك large intestine اللي يبدي بال كولون والريكتم و another gland which is accessory أو associated with the GI tract اللي هو مختصر GI tract system أو disorder اللي هي liver liver والسبلين الكبد والطحال وأيضا الساليذري جلال يخلوها أوكي فهذا مثلا يعني dissection فاتحين الأبدوم وشائفين الستومك وقسم من القسم من البارت واللي هي small intestine قسم من part of gastro intestinal قلنا يبدي بال oral cavity يبدي بتجويف الأفهم بعدين المريء الأسوفيغاس بعدين الستومك و ديودينم بعدين small intestine هاي بالكويل هاي تلافيف small intestine يتتألف من الدودينم الاثنى عشر وال جيجينم والإيليم و وعدنا large intestine اللي تبدي من الكولون البارت ما للكولون ascending colon صاعد transverse colon مستعرب descending وسيجمويت and rectum and associated organ أو gland اللي يساعد بالهضم liver البنكرياس القول بلدر اللي هي المرارة أوكي هذا فتفكرة عامة طبعا نقسم الأبر أو gastro intestinal track into the upper gastro intestinal and the lower gastro intestinal الأبر مين يبدي يبدي من شنو وظيفة الأبر تقريبا الخطوات الأولى من هضم تبدي شيشمل هذا الموف الفم المريء السوفيكس الستومك الديودنم وعدنا مركز موجود بالبراين موجود بالبراين نسميه هايبوفالمس هذا تقريبا السنتر اللي ريس بونسيبول فور هذا السنتر اللي يقول لنا أنه أنت تريد جوعان احنا أو محتاج أكل أو وصلت إلى الشبع سمو سايتتري سايتتا أو مركز الشبع سايتتي مركز الشبع هذا مسؤول هذا مسؤول أنه تريد من تحتاج رسيف سافيشن سافيشن فود من تلبي طلباتك أو تشبع أو تحتاج إلى أكل أكو سنتر بالدماغ بالهايبوفالمس يرتب أو يسميه سنتر فور نيوتريشنز سنتر يعني السنتر اللي مسؤول عن الشبع أو الاحتياج للأكل عدنا هذا الأبر رسبايرتري اللور رسبايرتري العفو الأبر جي اي ترك أن بالأور جي اي ترك يبدأ من السمول الأمعاء الدقيقة واللارج انتستم اللي وظيفتها هنا يبدأ خطوات الديجستين الهضم هنا يبدأ أنه معظم الهضم يكتمل بالسمول انتستين بالأمعاء الدقيقة موست يكتمل الديجستين و معظم بعد الديجستين تكتمل هضمها أبسور تمتص في سبارت بالسمول انتستين واللارج انتستين بعد أن كما الهضم المواد أو هضم الأكل بالسمول انتستين وامتصاص معظمة اللارج انتستين هي وظيفتها الرئيسية تمتص الماء الزائد ترجع للجسم والألكترولايت الأملاح واللي يستفاد منها الجسم والوست بروديكت الفضلات تنفرز على شكل فيسر إذن عندنا أورال كافيتي أورال كافيتي عدنا أسوفيغاس المريء عدنا السمول انتستين طبعا قسم من الأكل يبدو الهابو من نايم المريء فقد توصيل يعني يوصل الأكل أو يوصل الغباء من الأورال كافيتي إلى الستومك وبي ينظم مرور الفود بفتحة يسموه انفيريار اسوفيجيال سفينكتر صمام ينظم دخول الفود إلى الستومك هذا الستومك أيضا بي اللاور هذا اللاور يسموه اسوفيجيال لاور اسوفيجيال سفينكتر هذا صمام هذا الستومك وهي بداية الديودنا من الاثنى عشر اللي يستمر هنا على شكل جيجينا موئلي من السمول انتستن وهذا اللارج انتستن اللي هو الكولون ascending transverse descending colon هاي دا شوف هذا سكشن يبقى لك المريء والفتحة أو الصمام السفلي اللاور اسوفيجيال من المريء اللي ينظم دخول دخول الفود الستومك ويمنع محتويات الستومك حامب من الستومك من ان يصعد الى المريء نحن نعرف رح ناخب من نجي مرض رح ناخب بالاسوفيجس رح ناخب نسميه جير يعني جير شنو ريفلكس زين اسوفيجيال الرفلكس اسوفيجيال يعني الحامب أو محتويات الستومك تصعد على تدخل بهاب الصمام لأن بيفتشي زين دفكت ببرر معين فيصير نوع من الألصر هنا نوع من الألصر يأبين المريض يشكي من حرقة ومن ألم ألم بها المنطقة باللور باللور فراسك بالجهة السفلية من التجويف الصدري هذا الستومك شوف الوال في السومك زين وهذا أيضا السفنكتر هنا صمام ينظم بعد أن يصير الديجسشن بالستومك ينظم أيضا دخول الفود إلى الجودينم سفغس ستومك دودينم سمول التستين وكولون أو لارج التستم هذا اللارج التستم الذي يبدأ بالكولون نسميه طبعا يعتبرون الأبنديكس الزائدة الدودية بارت من اللارج التستم مفروف أن هذا ما أخذيه بالأناتومي ما أخذيه بالفسلجة ما أخذيه بالهستولوجي كلها هذا الكولون ascending colon transverse colon descending colon and sigmoid مثل الأس وبعدين الركثام المستقيم من نريد نفحص الأبدوم أو نفحص البارت مع الغاثرو انتستاين التراكت خاص الستومك والليبر والسبلين واللارج والسمول انتستم يقسمون أهل الفيزيشنز أطباء الباطنية والجراحة يقسمون مرات الأبدومن يقسموها إلى أربع ربعين بال فوق اللي هي وربعين اللي تحت لور اللي هي يقسموها إلى رواية أبر كوادرنت هذا الأبر كوادرنت الربع الأعلى يقسموه إلى رواية وليفت رواية أبر كوادرنت وليفت أبر كوادرنت وإلى ربع الأبر و رواية أبر وعدك اللور أيضا يقسموه إلى رواية لور كوادرنت وليفت وليفت شون الهدف من تقسيم الأبدومن إلى أربع أربع زين أبر أعلى وأربع أسفل وربع الأعلى يقسموه إلى رواية وليفت أربع أو تحت فإذا هذا استقسيم الأبدومن إلى هذه 4 كوادرنت هو for simplicity for simplicity to identify locations حتى نعرف الأورغان مثلا من يوصفون من يوصف الأبنديكس من يصير ألم بالجهة بالlower right لين lower لين الright نجي على الright lower كوادرنت وين الright lower كوادرنت هذا بالجهة السفلة اليمنى اللي هي التهابة الزائدة سين أوكي احنا صح يقول المريف يجيك pain ألم in the lower in the right lower كوادرنت R أو أقول لك وين السبلين بتقول لي لكتور السبلين بالجهة اليسرة من الأبدومن بي specific حدد لها أكبر تقول لي موجود بال left upper quadrants left upper quadrants هاي للسهولة أو قسموها إلى nine region إلى تسعة مناطق تسعة مناطق تبي مور specific حتى يحدد العبو ببوض مثلا هاي المنطقة نسميها منطقة الاستومك أو المنطقة الثانية أمبلايكال ريجن حول الصرة وهذا الثالفة الثالفة يسموها هايبو غاسترق أو سوبرابيوبك فوق البيوبك فوق الحوب يعني تسع مناطق ثلاثة بالوسط اللي هي اللي هي إبيغاسترق أمبلايكال سوبرابيوبك وثلاثة على رايت وثلاثة على اللفت for example right hypochondrial مني نقول right hypochondrial مني نقول left hypochondrial مني نقول six right amblyical regions وهذا left amblyical regions أوكي left amblyical regions هذا يسموها right لعفو lumbar regions و left lumbar regions شنو الفائدة من هاي من أقول من أريد أفحص الkydney أقول أكو ألم المريب يجيني أكو ألم بال right right بال right lumbar regions هذا right lumbar regions من من عدة مغص قوي مغص بال right بال right lumbar regions أو عدة بال left lumbar regions ده أدلل أنه المشكلة بالkydney المشكلة بالkydney أوكي بالkydney أقول مغص كلوي مغص كلوي زين بال right lumbar regions بال right lumbar regions هنا بالquadrant أقول بال lower lower right quadrants lower right quadrant أو right lower quadrants إذن تقسيم هاي المناطق into the four quadrants أو the nine regions هي to identify التمييز ومعرفة مكان الأورغان مكان الأورغان مثلا أبرو بلك مثال أقول لك شنو الأورغان اللي موجودة بال embolica regions هاي منطقة حول السر منطقة اللي بيها منطقة اللي بيها small intestines التلافيف ما small intestine أقول لك شنو الأورغان اللي موجودة بال right lumbar تقول لي right lumbar الكدني right lumbar زين ألقى بيها المثانا ألقى بيها اليوترس بالفيميل أوكي اليوترس الأوبري أوكي إذن هي عبارة عن طريقة لتحديد أماكن الأورغان localization the site of the organ حتى أعرف من واحد ألم يجي يقول لي أنا عدي ألم منطقة البيغاستر كريجينز أفكر أنه أكو هنا ستومك منطقة right hypochondrial right hypochondrial أفكر بال بالliver left hypochondrial أفكر بال spleen بالطحال and so on أنتو كمحللين دائما الطبيب من المريض يشكي أعرف مثلا ديارية يسهل constipation قبض أو دم بالخروج أو يشك أكو دود ديدان it is stool examination بالنسبة لكم stool examination is very important test stool examination أو يسمو فيه colitis examination ليفحص نقدر نبحث occult blood يعني blood ما نشوف احنا بالعين المجردة مثلا واحد عده bleeding oozing فدي bleeding غير مرئي هذا أكدر أشوف red blood cell موجودة بالسطول موجودة بالسطول وأكو أيبا دراك أيبا نسوين مثلا iron non-steroid بعض الأغذية مثل الفجل زين في جلال سوينا نوع من تلون نوع من occult نوع من occult blood blood ما نقدر نشوف بالعين مجرد وإنما نقدر نشوف بالميكروسكوب بعد فحص الستول فحص الخروج نستفاد منه to identify the over والparasite نوع نوع عيته أوكي ومن تقول روح جيب للستول لازم proper collection of specimen should not be mixed water يعني ما ينخلطه إياه الماء أو الورين should be sent immediately to مباشرة تاخذ إلى المختبر أوكي أجعل what are the most common organic disorder of the gastro intestinal tract شنو المراف الشائعة بالجهال الجهاز الهضمي gastrointestiner إحنا رح نأخذ بسرة اليوم نأخذ الأمراض الموجودة بال oral cavity هاي هنا يعني مثل ما قلنا الجهاز الهضمي يتألف من oral cavity ومحتوياته الإسوفيغاس المريء الاستومك أوكي الديودينم الاثنى عشر جيجينم الإيليم والجيجينم اللي هي مكونات السمال intestin اللي هي تبدي بالكولون والبارت مال تأسين ديودين ترانسفير ودسين ديودين كولون والسيجم واركتم والإيجلاند which is associated with the digestive drug اللي تساعد على هوا من الليبر البنكرياس وكبالك السليبر إيجلاند الغداد اللعابية أيضا الساعد إحنا ناخذ الكمان ديزيز نبدأ بالأورال كابت اليوم هي محافرتنا شنو الدزيز الكمان الموجود بالأورال كابت وتجويف الأنف بعدين نيجي ناخذ المريء وقلنا ناخذ اللي هي غاسترك اسوفيجيال ريفلكس شو شرحت لكم أنه قسم نلحام بمال المعدة يصعد بالمريء ويسوينا عراف سناخذ بالمحافرة الثانية ناخذ أمراض الشائعة بالستومك المعدة ورح ناخذ مثال عليها هي التقرح المعدة هو اليدودرام الـ 12 التقرح اللي موجود كمان ديزيز هذا ناخذ مثلا البنكرياس اللي أيضا كمان ديزيز التهاب من الـ Small Intestine راح ناخذ التقرحات اللي تشبه التقرحات اللي بالستومك ولي ديودرام اللي هي الثارة بكولايتس وكرون ديزيز دني بصورة مختصرة ناخذها ومعلومات مبسطة عليها هاي الموست كمان ديزيز اليوم نيجي ناخذ الديزيز اللي موجود بالأورال كبتي يعني هذا الأورال كبتي شبيه الأورال كبتي محتوياته بي تانج اللسان بي تيف الأسنان بي ساليباري غلان احنا اليوم نركز على الكنسر على أورال كبتي والكنسر على تانج وبعض الملاحبات الخاصة اللي انت تنتبه لها أو أحد يشوفك قرحة أو تلون باللسان أو بالغشاء أو بالميوكس ميمبرين البطانة ما الأورال كبتي أوكي خلينا ناخذ ناخذ فتفكرة فتفكرة عن الكنسر على أورال كبتي من نقول الكنسر على أورال كبتي يعني الكنسر اللي يشمل لنا التانج يشمل لنا الجام ملت 협 Brett اللفة التيف كل هذلك كل هذلك من نقول كنسر على أورال كبتي ننتبه إلى نوعية الابثيليلي اللي لائن اللي تبطن الأورال كبتي طبعا الإبثيليا المال الأورال كابيتي هو سكويمة سيل سراتفاي سكويمة سيل و عدنا كيراتينايز ونان كيراتينايز أخفتون تابقوا بإبثيليا فموس كمان يعتبرون الام كانسر هو موس كمان وخاصة بالديفلوبين كانتري أوكي بالديفلوبين كانتري والموس كمان تايب النوعية مال تسكويمة سيل كارسينومة according to the epithelial نوع epithelial طبعا هذا الموس كمان اللي هو سكويمة سيل كارسينومة نشوفه وين بالأشخاص الاتيولوجيكال فاكتر مال تا الأشخاص الكرونيك الكحوليزم والكرونيك توباكا يدخلون فترة طويلة تعتبر السموكينج والتوباكا هي عبارة عن irritative فتشي مخرش لذلك من الضروري جدا أنه نكتشفه بصورة مبكرة حتى نبدأ علاجه بصورة مبكرة ولذلك مني اكتشفه بصورة مبكرة نسوي لأكسيجين نشيله قبل ما يروح ينتشر وقبل ما يتحول إلى استيج آخر واللي بعدين يحتاج إلى بوست أوبراتيج مثل علاج كيمياوي أو اشعاعي إذا اكتشفناه بصورة مبكرة راح نشيله بس حتى نمنع انتشاره حوالي السكويم السيل كارسينومة يعني السكويم السيل كارسينومة حوالي تسعين بالمئة من الأورال كنسر تسعين بالمئة بس أكو أنظر يعني أنواع أخرى بس رائع أنواع أخرى من الكنسر الصيف الكونكتف تيشو الصيف السليبري جلاند الليمفوسايد أو الميلانوسايد زين هاي ممكن ميتاستيسز تيجي من غير مثلا تيجي من الستومك من الليبر ممكن تنتشر من غير أعضاء وتظهر بالفن بس تسعين بالمئة من الكنسر مع الأورال كافيتي هو سكويم السيل كارسينومة أكو علامات أكو يسموها pre malignant lesions علامات بتجويف الأنف المريض مني نقول له open the mouth مني يفتح الماؤف مالته نشوفها علامات معينة هاي العلامات معينة نسميها pre malignant lesions برنامج الكشف المبكر عن السرطانات برنامج عالمي نستفاد منه أنه مني نشوف فالتغير بصورة مبكرة لين حتى التريتمنت أيبان يصير بصورة مبكرة فشنو التغيرات بال oral cavity اللي نعتبرها pre malignant ونعالجها ونشخصها المنص كمان pre malignant lesion يسموها lycoplakea وryphroplakea lycoplakea هي عبارة عن تصبغات بيباء بقع بيباء تظهر على اللسان تظهر على على الجام على اللفة أو منطقة الأورال بالفلور بيباء بالفلور أو بالأورال كيفيتي هاي تصبغات بيباء هي علامات pre malignant فلازم نتبالها أو مو تصبغات بيباء وإنما ريفرو بيكية تصبغات حمراء فهاي هي عبارة عن pre malignant lesions وهي سنشوف الصور مالتها أيضا إباءة لكن بلانس نوع من الأمراض الجلدية المزمنة الصيب أو sometimes rare هي الأورال submucous fibrosis هل أني يعتبروها potential for malignant transformations يعني مؤهلة زي هي pre malignant مؤهلة صير malignant أوكي خلي نشوف شنو معنات لكم دائما انت شوف مرات تصبغات بيباء زين تصبغات بيباء موجودة على اللثة موجودة على التانج على اللسان أو موجودة داخل الأورال كيفيتي داخل الأورال كيفيتي فشنو تعريفة هي white patch white patch أوكي ستدللنا انه pathologically as there is other disease يعني هاي علامة خطرة بوجودة هاي داما نشوفها بالليدخنون وليستهلكون كحول هواية وهاية وهاية of leacoplycare حوالي 2% disiplastic changes are seen 2-5% يعني من يشوف patient عنده تصبغات من هاي الwhite 2-5% منه ممكن يتحولون الى disiplastic اللي هي مرحلة من مراحل الملغناند أوكي هاي الwhite تعريفها white patch أوكي هاي ممكن leacoplycare it is a risk factor of malignant transformations والlong durations بقاءها لفترة طويلة على اللسان أو بيقاع بالfloor of the mouth دلالة انه هي ممكن صين transformation into malignant أوكي نلقاها مرات ايضا هي 90% موجودة بالsmoker بس مرات نلقاها بالnon smoker leacoplycare بالnon smoker إذا حجمها 2 سنتيمتر علامة مو زين علامة pre-cancerous أوكي فإذن وجود هاي الwhite patch on the gum أو oral cavity or an attack هي pre-malignant شنو تعريف leacoplycare white discolorations of them you got some brain أوكي زين أسا تقول لي أنا أيضا يصير عدي فطريات زين فطريات يصير عدي من يصير عدي آخذ علاج لفترة طويلة أو من أنقهر بالسترس يصير عدي فطريات أو أفتر فلو بعض النشلة أو الفلو هم يصير عدي بس هنا شنو chronic hyperplastic kandioses اللي الكاندي الفطريات لي فطريات لفترة طويلة chronic تروح وتجي فطريات يسموها kandial lycoplakeia اللي بيها مجال للتغير إلى lycoplakeia وإلى pre-cancerous لذلك كل فطريات الكاندياسي اللي هي أيضا white white فإذن white patch البقع البيضاء هي أما lycoplakeia أو kandidosis اللي هي فطريات بس باقية لفترة طويلة هذن pre-cancerous فالمفروض نعالجه بسystemic antifungal ضد الفطريات اللي مثال عليه fluconazole يجي على شكل مسحة ويجي على شكل top أو micconazole لازم نعالجها وبعد الprevention ما تستو patient from smoking and elimination القبع على الكاندي الفكشن from upper denture خاصة اللي يخلون طخم أسنان هذن هذن دائما المعرضين يصير عدهم lycoplakeia أو يصير عدهم kandidosis فطريات فلازم ننتبه لهم نعالجهم أو عدهم iron deficiency anemia فمن الprevention method حتى ما يصير عدنا فطريات بصورة مستمرة وكذلك شفتنا فطريات بسيطة نعالجها وخاصة لعدتهم وكذلك نعالج الiron deficiency لعدة anemia بذلك نستعمل vigorous antifungal therapy vigorous antifungal therapy sometimes essential after skin من نسوين الترقيع بالجلد نستعمل حتى ليس لدينا فطريات أيضا نستعمل علاج بد الفطريات إذن whitish discoloration سموها lycoplakeia بالoral cavity هي عبارة عن pre malignant وأكو أيضا whitish discoloration نشوفها بالcandidosis بالفطريات وخاصة الكرونيك اللي تبقى فترة طويلة فلازم نعالجها لازم نقول للمريض stop the smoking أوكي زيب أكو عدنا مرات شنشوف بالoral cavity فإذن عدنا إحنا قبل السكويم السيل carcinoma عدنا pre malignant عدنا changes بالepithelial اللي ننخاف منه يصير سكويم السيل carcinoma pre malignant يهو risk factor أو اللي أخبنا اللي هو اللي coble chronic hyper plastic candidosis عسا خنشوف شنو السكويم السيل carcinoma عبارة عن carcinoma الصيب بالفلور بالفلور الصيب التانك الصيب بالميوكس membrane أو بالأورال cavity أيضا على شكل whitish discolorations هذا اللوكيشن ماهلا بالفلور من يقصد بالفلور يعني هذا التانك جو التانك بال inferior surface هذا يسمون الفلور قاع الفم الفلور بعد عدنا سكويم السيل carcinoma ممكن تبهر على على التانك هذا بالفلور هذا بال ventral surface بال inferior surface أو التانك ممكن تبهر بال lateral surface بالجهة بال lateral surface أو ممكن هذا بال posterior lateral يعني المريض نشوف التانك مالتا نقول أرفع التانك مالتا كل اللسان نشوف إذا كو patch هاي whitish patch أو بال lateral surface جهة lateral أو جهة posterior lateral جهة الخلفية من التانك هذا discolorations هي عبارة عن sequamous cell carcinoma sequamous cell carcinoma الصير بال oral cavity الصير بال tank الصير بال gum أكي لأنه بيش the mucous membrane of the oral cavity is stratified sequamous bacterial keratinized أو non keratinized ولذلك من يصير cancerous أو pre-cancerous يصير بال sequamous cell carcinoma أذر patchy أو تلون غير اللي co-plaque الأبيض هو erythro plaque بلون أحمر red area أو group of red area red area هايا موجودة أيضا بال oral cavity مو بس patch white patch وإنما يكون red area هذا بال mucous membrane without no clear causes هاب erythro plaque هي عبارة عن pre-cancerous condition وممكن it is high risk to develop into the cancer أوكي إذن صار عدنا pre-cancerous منوى lycoplake and erythro plaque white and red هذا مثلا erythro plaque موجود أيضا بالتانك شون عدنا lycoplake موجودة بال white and red من أخذنا لـ sections شافوا أكو شون carcinoma انسايتو هاي التغيرات اللي تحدث بالخلايا بذين lycancerous cell أخذتوها بصف الثالف اللي بالhistopathology what are the changes in the nucleus بالcancerous cell تغير بالcell تغير بالcytoplasm هاي كلها يشوف أبو الhistopathology يقول هاي carcinoma of the insyto أو carcinoma in the tongue or in the oral cavity فإذن arthroplakia lycoplakia هي عبارة عن pre-cancerous أوكي إذن إذا شفنا arthroplakia أو lycoplakia should be remove arthroplakia أو lycoplakia should be remove خاصة arthroplakia should be surgical remove والremove ما لاته شوي يصير ديب يعني من نقص هاي المنطقة نشيلها جراحيا نروح حوالي الباوندر الأطراف مالها وشوي نروح ديب ليش حتى نمنع انتشارها نمنع انتشارها لذلك يقول تيز should be excised widely نقص منها أكثر أو مناطق مو بس الأره رو إنما الحواليها لأنه ليش ممكن تنتشر أوكي ممكن تنتشر فلازم نقص وممكن أيضا الابثيل يمكن تنتشر الى يمهى الغدد اللعابية أوكي الغدد اللعابية يمهى قريبة فممكن تنتشر الها بالبالك الـ oxygens removal of the airflow should be surgical oxygen وال oxygens مالتا يكون deep oxygen يعني ناخذ القطعة اللي بيها تغيرات والمنطقة الحواليها حتى نمنع الانتشار ممكن ليش ممكن تنتشر الى السالي باريكلاند الغدد اللعابية القريبة treatment هو oxygens نشيلها جراحيا حتى نمنع انتشارها بس عندنا 90% من الكارسينومة بال oral cavity أو tank هو سكويمس الكارسينومة نعم بس رار مثلا يصير ال cancer الامراب السرطانية بالoral cavity واخذنا pre-cancerous اللي هي lycoplaque وaryphroplaequia اللي لازم ننتبه عليها ومست common type of the cancers in the oral cavity وسكويمس هسا ناخذ اللس يعني لأقل حدوثا مثلا بال salivary gland 5% ممكن تحدث وممكن بال heart palates يعني عدنا soft to heart palates بالبوك الميوكوزا الميوكوزا اللي تحت الخد منذ منها ميوكو ابيدير مويد كارسينومة ميوكو ابيدير مويد كارسينومة ذولها very rare او ادينويد سيس كارسينومة very rare يعني حدوفها نادر جدا بس بموست كمان طايب هو بالأورة كبتي هو سكويم السيال كارسينومة اوكي نيجي سرطان التانج اللسان طبعا الموست كمان نقسم التانج الموست كمان هو السكويم السيال كارسينومة يعتبروه هزين سيال أوب التانج كان بليجين تيومر ممكن نشوفها باليانج نشوفها لازم أنت دائما تراقب التانج مالتك تغيرات بألصار في تقرح تلون لكوبليك رفروبليك تنتبهلها this is the pre-cancers انقسم التانج أوب انقسم التانج إلى تانج انقسمها إلى كارسينومة التانج انقسمها إلى انقسمها إلى تانج كانسر ممكن بالفرونت أوب التانج شنسميها أورال تانج كانسر أو أوكير على بيز بالفرونت مقدمة مقدمة التانج اللسان نسميه أورال تانج كانسر أو مؤخرة التانج نسميه أورال فانينكس كانسر بغض النظر عن مكانه احنا عدنا التانج لازم نفحصه في كل البارت مالتك الانتيرير بارت باستيرير بارت لترال بارت أوكي كانسر اللي هو التانج تانج هذه الصور يدلل لك أنه واحد تفتح الماء وفي مالت وشوف هذه التغيرات الـ ويت تسأل المريف يقول لك صار هواية دكتور صار الهواية وتروح وتجي تفخص اللاترال أسبق تشوف هاي التغيرات اللي موجودة تفخص الفلور أو الفيرير سيفس تشوف ها ومرات نفسه التصبغات البيغ التصبغات البيغ ممكن يصير بها هار تشينج يصير بها هار اوكي جل اذا ما نقدر نقول هذا cancer of the tongue إذا ما نعرف أكو عدنا تغيرات اللي نسميها لكوبليكا وإرفروبليكا تغيرات free cancerous اوكي تسمعون بالstages يعني المريض من يشخص مني طبعا هنا شون تشخص الدكتور الجراح يسوي excision لهاي المنطقة يشيلها جراحيا ويديها الهيستو pathology الهيستو pathology وظيف تشي يسوي staging and degrading شنو معنات staging اللي هي تفيد الجراح بالعلاج هل انه هذا المريض يحتاج بس نشيل الورم لو يحتاج نشيل الورم ونطيع علاج كيمياوي وعلاج اشعاعي هاي تعتمج على staging شنو staging يسميها TNM شنو T size of tumor يعني هاي آني من اشيلها اقول size مالتها one centimeter او two centimeter يفيد اين اقسم small tumor او large tumor اقول T1 يعني small T4 large الان شنو هفحص lymph node اللي موجودة بالcancer of a tongue او ها اقو lymph node او ما اقو فاقول N0 ما اقو lymph node N1 زين two lymph node N3 free lymph node and so on فاشو اقول مثلا اقول T1 يعني small و N1 يعني one lymph node واقول metastasis شنو metastasis منتشر الغير additional growth منتشر الغير اعضاء مثلا القاب oral cavity والقاب الستومك والليبر فاقول مثلا T4 very large و T3 N3 لل lymph node و metastasis اذا هاي يسميها staging staging size اذا اقو lymph node اذا اقو مستاذ metastasis شنو معناتي الجريدينج الجريدينج هي عبارة عن شراسة شراسة الشراسة مالتها هل انه هذا شرس metastasis الجريد يعني how aggressive شراسة او behavior و نقول هاذا النوع من الكانسر شراس كلش فالتون كانسر يقسمو low moderate or high low slow growing unlikely to surprise هذا النمو مالتها بسيط ما ينتشر moderate متوسط high very aggressive unlikely to surprise إذن عدنا two stage أو two staging size وال lymph node وال metastasis stages اللي grading انقسم أيضا الى ثلاثة انواع اللي هي low يعني slow growing moderate متوسط وhighly هذا قابل للانتشار أوكي قابل للانتشار شنو السمتم اللي موجود اللي تقول لنا يا تقول لنا التانج بي cancers سور معناته تقرح على your tongue that does not heal and that bleed easily يجيك مريب يقول لك عدي قرحة دكتور تروح و تيجي عليها صار أشهر ومن أقيس ها يصير عدي نزف هذا ها واحدة من العراب red or white patch سميناها red or white lycoplake و refroplake ألصر تقرح اللي مستمر pain when swallowing بلع ألم بالبلع and mouth neminus غدر بنية بنية عراض السمتم اللي تقول لك أنه tongue B cancer red أو white اللي هو eryphro و eryphroplasia اللي ها اللي ها قلنا عليها red والwhite وبعد ألصر تقرح البين أثناء البلع والخضر اللي موجود باللسان شنو التريتمان التريتمان قلنا depend on what على السيجز والجريد اوكي depend on how big ومنتشر أو لا اوكي لازم التريتمان تقرر مرات only surgical treatment أو combination of treatment شنو combination of treatment يعني surgical treatment اللي نسميه partial glosectomy glose يعني tank glosectomy يعني شيل الورام الموجود بالتانك زين ومرات part of the tank is removed ونودي الهيستو pathology راح يسوي لنا grading وبالgrading والstage راح يقول لنا الpatient هذا المريف يحتاج إلى علاج كيمياوي أو علاج أو أشعة أو فقط 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 أنه نسوي له exigence وهس بالعلم الحديث زين يسمو genotype فحص تأخذ التيومور وراء ما يسوي الهيستيجينج ما موجود عندنا بالعراق هذا يروح يدرس الكاريستريستيك مع التيومور يقول لك هذا نسبة رجوع يرجع هذا هلقد نسبة انتشار هلقد يحتاج إلى علاج كيمياوي أو لا يدرس لك تقرير كامل أي سؤال أنا حاضر تشوفون ما ناخذ الموضوع طبعا الموضوع صعب موسهل شنون نقدر مبسطة بأفصد صور طبعا يعني بدينا بجي آي ترك بدينا بالأورال كيفيتي شنو المهم بالأورال كيفيتي التونسلايتس أخذناها الفرنجايتس أخذناها بالرسبايتري التهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين بس إذا شفنا التغيرات بالأورال كيفيتي بقع بيضاء وبقع حمراء شفنا ألصر تقرح ورم شفنا خدر هذاني نفكر أكو زين فد شي بريكنسرس أو شي ورم خبيف ممكن لازم ندير باننا نسوي لأكسيجينز نسوي لأفحوصات كاملة نودي للهيستو باثوراجي أي سؤال أنا حاضر للإجابة بالعمل نفس اللي سوينا بالعمل نفس اللي سوينا بالرسباراتري محاضرة العملي مكملة لمحاضرة نفس الموضوع بصورة أوضح وبصورة أسهل شكرا جزيلا